أنا من القرطوم وراسلنا أحمد ضو البيت أحمد أهلا بك معنا ما التفسير أحمد بارتفاع شدة الاشتباكات ومن ثم تهدأ قليلا ومن ثم ترتفع بشكل كبير كيف هو الوضع بشكل عام؟ بشكل عام الأوضاع ما زالت في حالة المواجهة المستمرة بين الطرفين عمليات المواجهة التي بدأت منذ صباح اليوم لن تتوقف بعد ولكن في بعض الأحيان تشتد وتتوقف القوات المسلحة وعبر المكتب الإعلامي قبل قليل أصدرت بيانا قالت فيه إن القوات المسلحة تمكنت من استعادة التلفزيون القومي وعودة البث للتلفزيون القومي وأن القوات المسلحة تمكنت من طرد قوات الدعم السريع من مباني الإذاعة والتلفزيون وقالت القوات المسلحة إن قوات الدعم السريع كانت ترغب في تدمير البنية التحتية لمبنى الإذاعة والتلفزيون وفي الأوقات السابقة هناك بيان أيضا من قوات الدعم السريح أكدت أنها كانت مسيطرة على هيئة الإذاعة والتلفزيون تضاربة الأنباء ولكن بعد بيان الجيش السوداني تأكد أن بث التلفزيون السوداني قد عاد مرة أخرى وبالتالي الآن القوات المسلحة تبسط سيطرتها على مبنى التلفزيون القومي كانت القوات المسلحة قد حذرت السكان القاطنين بالقرب من التلفزيون القومي خاصة في منطقة الملازمين والأحياء المجاورة من خروج من المنازل وعدم الصعود للأسطح وأخذ الحيط والحذر نتيجة لأن القوات المسلحة ستعمل على إعادة المرفق السراطيجي الإذاعة والتلفزيون وبالفعل قد تمكنت القوات المسلحة من ذلك أيضا من الأنباء أن القوات المسلحة أيضا عبر بيان أكدت في السابق صباح اليوم أنها تسيطر على مطار مروي الآن الأنباء تفيد أن قوات الدعم السريع هي التي تسيطر على مطار مروي يعني الأنباء متضاربة بين الأقوال والبيانات ولكن على كل حال المواجهات مستمرة بين الطرفين ما زالت المواجهات مستمرة هنا في المنطقة المحيطة بالقصر اليوموري وكذلك بالقيادة العامة هنا المواجهات ما زالت مستمرة هناك أعداد كبيرة جدا من الدبابات التي لاحظناها اليوم في شوارع الخرطوم في الشارع الجمهورية وهو الشارع الرابط بين الخرطوم أو بين القصر اليوموري والقيادة العامة هناك تحركات كبيرة جدا للدبابات وكذلك هناك آليات وتأطشرات تتحرك وهناك أيضا فيديوهات قبل قليل لاحظناها تم بثها من قوات الدعم السريع أكدت من خلال هذه الفيديوهات أنها تسيطر على مبنى القيادة العامة وأنها دخلت حتى منزل عبدالفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة قائد الجيش وفي الفيديوهات كما قالت هذه القوات أنها دخلت في منزل عضو مجلس السيادة رجل القوي في الجيش السوداني شمس الدين كباشي ولكن لم يتم تأكد بشكل قاطع عن هذه المقاطع هل هي بالفعل في داخل القيادة العامة أو في داخل منزل شمس الدين كباشي أم هي فيديوهات من أماكن أخرى القوات المسلحة قالت أن هناك فرق تقوم بعملية الدعاية في وسائط التواصل الاجتماعي لقوات الدعم السريع وحذرت البواطنين من أن هذه الدعايات تخدم قوات الدعم السريع وأنها تعمل على رفع الروح المعنوية لدى قوات الدعم السريع على كل تتضارب المعلومات كثير جدا من المعلومات لم يتم التثبت حولها أو التأكد من صدقيتها حتى هذه اللحظة أحمد ماذا بالنسبة إلى الوضع الإنساني أيضا في ظل انقطاع الكهرباء عدم توفر المياه أيضا كان هناك عدد كبير من العالقين في بعض المباني الشركات المقار الحكومية وأيضا الوضع الطبي كيف هو بكل تأكيد هذه هي طبعا المعضلة الحقيقية وإفرازات حقيقية وسالبة لهذه الحرب التي تدور رحاها في القرطوم عدد من المواطنين العالقين بالسوق العربي بالقرطوم منذ يوم السبت لا يعرف مصيرهم حتى الآن جاءوا إلى الأسواق وتفاجئوا باندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وتفاجئوا أن الجسور قد أغلقت وبالتالي ما زالوا عالقين لا نعلم حقيقة الأمر بالنسبة لهم لأن الحياة متوقفة لا توجد مرافق للمياه المياه متوقفة عن وسط الخرطوم حتى الآن الكثير من الأحياء لا توجد بها مياه للشرب كذلك هناك أعدد من الإعلاميين وخاصة الزملاء بوكالة السودان للأنباء يقدمون استغاثة لإستنجادهم لأنهم الآن في مبنى قريب جدا من مرمى النيران وهم منذ يوم السبت وحتى الآن في هذا المبنى لم يتوفر لديهم الطعام لم يتوفر لديهم الماء وبالتالي الحالة الإنسانية بالنسبة لهم حارجة جدا يعني وكالة السودان للأنباء في وسط الخرطوم في شارع الجمهورية في غاية الخطورة كذلك المواطنين في وسط الخرطوم لا توجد مياه لا توجد سبل الحياة الكافية المخابس حتى الآن لا تعمل المحالة التجارية لا تعمل المياه متوقفة والتيار الكهربائي منقطع إلى بعض الأحياء إلى حد ما وبالتالي الحالة الإنسانية في غاية الصعوبة كانت هناك مهلة بالأمس مهلة يعني استجابة أو أربعة ساعات ولكن مع الاستجابة الاستجابة كانت فقط من أجل الاستجابة ولكن في وسط الخرطوم لم تكن هناك استجابة هل هناك أي أخبار أحمد عن هذه المهلة عن الممرات الآمنة والمسارات الآمنة في وسط الخرطوم لم تكن هناك مسارات كل الطرق كانت مغلقة فقط ما علمنا أن هناك طلاب مدرسة كامبوني وهم علقون منذ يوم السبت الماضي فقط هؤلاء الطلاب تم الإفراج عنهم وتم فتح ممر لهؤلاء الطلاب للعودة إلى دويهم لأنهم كانوا طلاب صغار ولكن بشكل عام إذا نظرنا إلى مدة المهلة في تلك اللحظة كانت الدبابات وكانت التدشرات وكانت الأسلحة الثقيلة والخفيفة في وسط الخرطوم في القيادة العامة بالقرب من القصر الجمهوري وبالتالي نستطيع أن نقول أن الهدنة بالأمس لم تتم الاستجابة الفعلية على أرض الواقع لم تتم الاستجابة الفعلية لتلك الهدنة وبالتالي الآن المواطنون يواجهون صعوبة كبيرة جدا في الحصول على أساسيات الحياة في الحصول على الخبز وفي الحصول على الماء وفي الحصول على الكهرباء وبالتالي الوضع الإنساني يظل كارثي هناك دعوات لصليب الأحمر والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة العالقين في هذه المنطقة بالتحديد في المنطقة الواقعة في وسط الخرطوم لأن النيران وكذلك الدانات والأسلحة الثقيلة والخفيفة كلها في هذه المنطقة يصعب التحرك كذلك المستشفيات المستشفيات الآن لا توجد بها الأدوية المنقذة للحياة لا توجد أبسط الأدوية وكذلك لا يوجد الكوادر الطبية اللازمة لماذا؟ لأن الطرق مغلقة كل الكوادر الطبية الاشتباكات بدأت يوم السبت ويوم السبت باعتبار يوم السبت عطلة رسمية في البلاد يعني يوم السبت والجمعة عطلة رسمية وبالتالي الطاقة العامة بالنسبة لي المستشفيات لم تكن كافية يعني المستشفيات تعمل بكوادر 50% في يوم السبت وبالتالي لم يتمكن الأطباء من العودة إلى المشافي لتقديم الدواء ولتقديم العلاج للجرحة والمصابين رغم أن وزارة الصحة أهابت بالكوادر الطبية بضرورة التوجه إلى المستشفيات لتقديم العون للجرحة والمصابين لجنة أطباء السودان أعلنت أن عدد القتلى تجاوز المئة قتيل ما بين المدنيين والعسكريين وأن عدد الإصابات بالرقم كبير جدا ما يقارب التسعمائة وفوق وهذه الأرقام إلى حد ما إذا نظرنا إلى حجم الدمار وإذا نظرنا إلى حجم المواجهات الكبيرة ودائرتها الواسعة في وسط الخرطوم قد نقول أن هذه الأعداد ربما ترتفع إلى حد كبير هناك من يقول أن في شوارع وسط الخرطوم هناك يثث لا يستطيع الناس الوصول إلى هذه اليثث وبالتالي هناك استغاثات والنداءات لتكفين هذه اليثث أو لدفنها على كل الوضع في وسط الخرطوم يبدو وضعا صعبا خاصة في منطقة القيادة العامة إلى القصر الجمهوري وحتى السوق العربي إلى مطار الخرطوم هذه المنطقة تعاني بشكل كبير جدا من هذه الشباكات والمواجهات التي دارت رحاها في الثلاثة أيام الماضية